جاتني الوظيفة وخيرتها عن حب والفرق بينتهم كي تحب هاداك المهنة هذي كي ما يقولوا زيد تبتكر فيها تبيرسي فيها ولا شغل جيك هاكذا ما مدير فيها ويلو سنغل هذيك اللاباي هذيك وخلاص ما تديش فيها كي ما يقولوا ما تبدعش فيها دل وقت فاصل عندي 66 سنة خدمت أنا كي كان في عمري عشرين حتى 42 كنت نخدم خدمة نحبها نحبها بزاف قا اللي هي لاريستوراسيو تفاصل كي كنت نروح كومبين كي كنت صغير مع جماعة اللي كنت نطيب ما شي كيف كيف كي تحب ميته تخدمو من قلبك ما تكرهوش تلود لي بكري يعنيك موتيفي موتيفي ما متسع كيف فردو لك عامل تطيح في المال وتكره تحبس وحدك وحدك بيانسور أنا حبيتو كما حبيتوش ما نخدمش فيه انكوافز استيتيك اللي يفردو عليه اللي يفردوها عليك ما كاش حتنجح فيه بسكو حاجة محبيتاش سيفوها عليك ما حاجة حبيتها اللي قوتخيك تنجح فيها وجو حاجة تحبها ميته تحبو تحبوها تتجح فيه معلبي شطوح الحاجة كبيرة ونقول لهم إن شاء الله ربي عاونكم وإن شاء الله كل واحد وشاو واحد حب حاجة إن شاء الله ربي يوصل لها فرق واضح بيانسور بسكو كينا نحن نترواتي عندنا تروح لخدمة وتعادنا راك خدام وعندناك سترس تتزق هذا هو الديفيرانس بين تحب كي تكون تحب الوظيفة قدر تبدع قدر تتمكن قدر تكون آجور فعندناك سترس تحبو بيانسور لجب أن تكون آجور الواتفينانسي يجب أن تكون آجور الدكريد البرزيدانسي يجب أن تكون آجور جهد الرسمية يجب أن تكون آجور هذا هو قاعد ترى المهمة تاعة بطريقة مباشرة وغير مباشرة وتكون عندك صادة ورعية في المؤسسة فعندناك يدخل عن ديركتور يعيطك ديركتور أو صاحب مؤسسة أو لا تفرض رعيك عليها بمناسبة عيد العمال نتمنى كل عامهم بخير ويتقنوا في عاملهم والميصاج اللي بلوز امبورتان سيحلوا درعهم هذا ما كان هذا هو اللي بلوز امبورتان لأن العامل هو أمانة ومسؤولية ورسالة